في الأثناء قال قائم مقام الفلوج عيسى ساير أن قرار إقالته ليس له أي وجه قانوني وذكر أن قانون المحافظات رقم 28 لعام 2008 المعدل حدد صلاحيات إقالة القائم مقام وجعله من مهام مجلس القضاء بعد جلسة استجواب أي أن القرار ليس من صلاحيات المحافظ حقيقة القرار الذي صدر من محافظ الأنبار بناء على كتاب من مجلس المحافظ الأنبار هذا القرار وهذا الكتاب ليس له أي وجه قانوني في الإعفاء لأن الصلاحيات حددها قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008 المعدل صلاحيات إعفاء القائم مقام حددها لمجلس القضاء بجلسة استجواب حتى يكون الإعفاء لذلك هذا الكتاب من الناحية القانونية غير صحيح فنحن سنسلك كل الطرق القانونية لإلغاء هذا القرار وفي جوابه عن سؤال لمراسل الفلوجة قال الساير إنه خرج من مبنى القائم مقامية بعد دخول القوة العسكرية مؤكدا أنه لم يعلن أو يوافق على انفكاكه بشكل رسمي حتى اللحظة أنا لم أجري عامية التسليم الرسمية لأنه دخلوا إلى القام المقامية واستلمواهم وصدروا الأمر القام المقام المكلف الأصل أنه أنا كقام مقام سابق أنشر هذا الكتاب وأنشر مباشرته وانفكاكي بتوقيعي لكنهم لأنه استعجلوا بهذا الأمر وقاموا أيضا المباشرة وانفكاكي لكنه دون علمي أنا ودون موافقتي ترجمة نانسي قنقر